انا خميس قبيل استاذ مساعد في المحل القومي المشتركية والجروفزيقية انا خصوصي على الجي بي ار او الجراوند بريتن جريلا الطريقة دي من دم الطرق الجروفزيقية البسيطة وفي نفس الوقت ديها تطبقات كتير جدا من دمناها السجاف الأسري من دمناها الوثيري تريكشن او الرسمي دمناها التحتية في المرافق من دمناها تحديد الهيارات اللي موجودة في الطربة تحت سطحية واحنا بنستخدم هذا السيستم باستخدام الموجات الكارمانسية والرنج بتاعنا اللي انا بشعره الميكروف رنج هي الطريقة بسيمبلي ان انا ببعت موجة لها تردد معاين لها باند معاين لوحدة اسمها الانتنة او الهوائي الهوائي ده يبتدي يقفل او يوقف يستقبل رد الفعل للموجة بعد زمن معاين وتفضل الموجة ماشي عندي في السابسرفس لغاية ما رحصل لها ساتوريشن لغاية ليفل معاين ليفل ده بمثل عند الديبس بتاع الايه بتاع السيستم عندي وكل الانتنة وليها تردد وبالتالي كل الانتنة ولها عمق اختراق اعلى احنا في حالتنا احنا هنا الانتنة المصادمة دي الانتنة 400 ميجا هاتس ده الرقم ده المقصود بالسنتر فريقونسي بتاع السيستم دي بتوصل في النورمال كيس او الارديال كيس لغاية اربعة متر عمق استخداماتها مانلي في موضوع الوتيوليتي تيكشن والرسم المرافق في السايتس وتحديد بعض الضعف في الصخور او التربة التحت سطحية فيه انتنات تانية بنتبقى توصل لعماق كبيرة زي انتنة 200 ميجا هاتس دي بتوصل من الغاية السبعة وثمانية متر دي بستخدم في الاعماق الاكتر وديها استخدامات في الموضوع السكافي الاسرار بشكل كبير جدا والجيبار يعتبر من التولز او الترق الجيوفيزرية المهمة في موضوع السكافي الاسرار انها طريقة غير مدمرة واحنا الماعد استخدمنا التول دي بشكل كبير في الموضوع وسقارة وفي الهرم وطلعنا ابحاث ورسال بشكل كويس جدا في الموضوع الاي استخدام الجيوفيزيكس مانلي بالجيبار في موضوع الاي تحديد الموضوع الاسرارية اه في كذا اوكي احنا فيه ثلاثة كنبونة تقرأسين عندي عندي الواحد التحكم اللي هي موجودة بالشكل ده اوكي دي واحد التحكم ودي ده السير اربعة تلاف وده اه سيستم امريكاني ودي المسؤولة عن انها تبعت السجنل وفي نفس الوقت ايه تستقبل الاسرارية عرض الفعل اللي جاي عندي من الايه من التفاعل السجنل مع الايه مع الاسر عندي والحاجة التانية الكابل بتاعنا ده هو ده ده الكابل والكابل ده فلد يعني احنا بيزبالنا ده بيدينا فصلة ان احنا اشتغل بشكل مريح فده من ضمن الموزات الادخال السيستم بتاع الجيس سايد احنا شايد ايه ده ان هو اه قويسة وفي نفس الوقت انا في السايد ما بقاش عندي خوف ان ايه يحصل اي مشكلة ان الكابلات ديها قدرة تتحمل بشكل كبير الحاجة الاخيرة اللي عندنا اللي هي الهوائي اللي هو البوكس ده اللي هو زي موجود حركه ده بتاعنا ربعمائة ميجا هيرتز وهي باختصار هي الانتنة دي شلد الانتنة معمول لها درع محتوط لها فوم ماتيريا التمتصر مرات كلمانصية بحيس ان انا اقدر اشتغل في المنطقة اربع منطقة ساكنية الافكت بتاع السايدانيس عندي بيبقاش ايه بيبقى تأثيره بيكون بنسبة قليلة جدا على السيجنال بتاع اسناء الاس والسيستم ده بتوصل بحاجة مهمة جدا اللي هي العجلة على القياس هذا القياس دي وظيفتها ان انا بتحسب لي المسافات اللي انا بتحركها بالسيستم بتاعي بتوصل بالانتنة بحيس ان انا مجرد ما بتدي اشتغل العجلة دي بتاعها بيستجل الداتا وفي نفس الوقت تحسب المسافات وانا اسناء الاس ممكن اقف يعني استغران العجلة ده بيديني اريحة ان انا اسناء الاس انا عازة اتشيك على حاجة في الداتا باقف وبتدقي ايه اوص على الداتا وعملها تراكنج او اتعمل لها نوتس ولا اكمل ايه الاس مرة اخرى بدون ان انا اقطع ايه القياسات ده سيمبي لي باختصار السيستم بتاع ال جي بي ارد بنقيس في السايت الدات باتنا وبعد كده بنعملها دونلود على البي سي بنعمل لها ايه بروسسنج بشكل بشكل نوع كويس بس انها في الاخر يعني نوصل لشكل القطاع تحت الارض وضوه عامل ازاي وبعد كده نتفسير بتاعه سواء مثلا اشعر على المنطرة اصرية او اشعر ايه البنية التحتية اشعر على المرافق والشيء من هزا القبيل اوكي اه اتعدى لا 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 هي مجرد بس ايه ماخر التالت اللي هو ايه ويدي انا بوصله بالايه بالعجلة بتاعتنا ده ناشي هتبصه هو هو عامل هتلاقي دايما نبص فيه نقطة مين كده كبيرة وفيه اتنين برانش كده ايه في في الجانب عشان هو اه مزبوط لان ما تدخلش البن بشكل غلط بحس ان يتقطن اوكي في احنا بنجي نبص على المين بوينت اللي هي دي سايف هنا سيمبلي كده لفها بشكل بتلاقيه نزل معانا انا هو كده بتنزلش بتدي اضغط طح لو حد احب يجرب منكم يعني كده ده المين بيركب في الجهاز وبين ان في تفاق اجامل يعني منفعش دي مهما كان تركب عند الجهاز او العكس اوكي فدايمن الايه جوز الفيمين دي يركب عند الايه عند الانترنتات ماشي برضو هتلاقي فيه ايه في مين بوينت عندي شايفينها فوق اوكي في مين بوينت دي دي انا بعمل الكابل بتاعي فانا بجي بعمل ايه بص على الايه نقطة اللي ايه الفوق اللي اللي النادي ماشي ووجهها ناحية الايه البونت دي بشكل سيمبل كده يعني عشان عارفها بس يعني ايه لو انت حبرت كده مش تيقى وقتا ما ايه حصله ايه نزل ولف الايه مع قرب الساعة كده وقتا ما اسمع تاك معناها ان الايه الكابل بات بشكل كويس حالكم حد ممكن يفكوا ونجربوا ونجربوا الصوت تاني دي العاجة الواصلة كده انا جاهز ايه ان انا اشتغل افتح شغل الجهاز وايه دائما قابل بالنسبة تشك دايما ان ايه ان بطارية اخر حيحطها وانك تشغل الجهاز لازم كده زي عشان ما حصلش اي ده بتاعت الشركة ان انت متعملش اي ايه بتاعتنا وصلة حتى ما تيجي تفصل حاجة وتطلع البطارية اه تعمل اي حاجة البطارية بشكل غلط ما تخشش بالفعل فهو عامل دايما في الجهاز عامل حسابه ان هو ايه اليوزر مش بوفيش تلقاوي فما يعملش حاجة بتعمل ايه مشكلة في السيستم فبشكل بسيط هنرفع بص ايه اللوك ده كده وندخل الانتنة ورد ما ايه هندوس الاخر عزف الكهر بترفع عليه طلع ده اوكي كده وهنقفل البورت ده كده او الجزء ده اوكي كده الجهاز جاهز او السيستم جاهز ايه مش شغل عليه اللي ايه الباتري طيب رقم اتنين الهارد ديسك ده يقولك الرقم ده معناها قد ايه من المموري بتاع الجهاز مليان ف30% ده معناها 30% من المموري هو ده اللي ايه حاليا مليان لكن 70% ايه فاضي مجزة السيارة 4000 ان هو المموري بتاعته كبيرة 30 جيجا فطبعا يقدر يستعب كتير جدا من الداتا وده بديني اريحية انا شغال في بورت مثلا في الفيوم منطقة كوموشيم او ايه كان اقضى رئيس الداتا وخلي اكبد البيك اوب بتاعها على ايه على السيستم بحيس ان انا ممكن بعد كده ارجع عليها زي كن بيك اوب موجود عندي ايه للداتا اوكي رقم اتنين اللانجوش اللي حاجة دستو عليها كده الأشخار لغا اسام هذه الحاجة منطقة المترجمات 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 المترجمات